استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم على وقع صافرات الإندار في وقت تواصل فيه القوات الروسية قصف جنوب أوكرانيا بالتزامن مع ذلك اتهمت موسكو كييف بالاستعداد لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف الهاور المتجولة في منطقة سومي لدفع القوات الروسية للرد بإطلاق النار على المباني السكنية في المقابل قالت القوات الروسية إنها صدت 16 هجوما روسيا على منطقتين دونياتسك ولوغانسك